لونبرج النهاردة بتتكلم بشكل واضح جدا على استمرار الازمات الاقتصادية في مصر وعلى عكس ما كان قاله مجلس الوزراء انه رئيس مجلس الوزراء هيرد في مؤتمر صحفي عالمي على كل التقارير السلبية اللي جاية من هنا ومن هناك حوالين الاوضاع الاقتصادية السيئة المصر السيد رئيس مجلس الوزراء اثر السلامة وقرر انه مفتحش بقه ما يتكلمش اصلا هيقول ايه نحن اعدله يعني اتمنى يقول كلامه طبعا كويس وحقيقي ومفيد لكن هو عارف كويس انه ولا عنده لا جوة ولا برة ولا كهربائي ولا بيفهم في الكهرباء فيعني ما بدل ما يطلع يخطرف بكلمتين ويتزيد الطينة بله يبقى كفاية جدا 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 ان نعمل نفسنا في بناء والاغرب هو اختفاء برضو المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر نادر ايه اتحدث اسم مجلس الوزراء ناشا ساد السفير نادر والوضع اللي احنا فيه بيؤكدوا تقرير جديد كأنه ملف كده بيحصل فيه تراكم ما بيحصلش نادر سعد ايوه مستد سفير نادر سعد لان هو ابن سفير ابن لواء شرطة اسمه سعد حاجة فانت ملف الاقتصاد عندك في مصر ما فيهوش جديد من حس الحلحلة والحلول او من حس النجاحات فانت عندك كل يوم الصبح المؤسسات الاقتصادية العالمية بتقول للناس اللي رايحة واللي جاية اللي مسافرة واللي قاعدة والغايب يبلغ الحاضر والحاضر يبلغ الغايب يا جماعة شو باش الاقتصاد المصري مطين بطين المفروض ينبرس سلاسي رئيس مجلس الوزراء ورئيس البنك المركزي ووزير المالية ويمكن كمان معاهم وزيرة التخطيط في الدفاع عن اوضاعنا الاقتصادية من خلال ابراز الخطط والتيكتيكات والافكار والمشروعات اللي هيحلوا بيها الهم اللي موسق في تقارير دولية لكن واضح ان كلهم ما دفعوش فطورة التليفون وما عندهمش انترنت فمش متابعين اوض متابع عزوز احمد اه متابع وانا عندي انترنت كويس وقرأت ما قلاته بلومبيرج تمام ويهمنا ان ننقله سادة المشاهدين يعني بقى الناس اعرفوا طب حيث حضراتكم بلومبيرج بلومبيرج حضراتكم دي وكالة انباء عالمية مقاراها نيويورك منشأة من 33 سنة خاصة بالتقارير والاسواق المالية بس بلومبيرج نيوز واحدة من اكبر الوكالات اللي مهتمة بالاسواق المالية العالمية وتقاريرها اقتصادية مش بس خاصة بمصر خاصة بامريكا باوروبا بالعالم كله النهاردة هي شخصة مصر في تقرير لها لتؤكد على معضلتين مشكلتين وازمتين الان يواجههم النظام المصري بلا حلول زي ما وظفت بلومبيرج في تقريرها الوصف والبناء للمشكلة الحالية قالت رقم واحد المفروض نهاية الشهر الجاي نهاية الشهر الستة ده نهاية يونيو ان مصر تدفع اثنين مليار دولار ديون مصحقة وبالتالي النظام قدامه الاسبوع ده من مايو والشهر الجاي لابد يبيع ليس الازمة تتفاقم والديون والمصحقات والديانة على الباب فلك رقم واحد لابد من البيع هتبيع بنوك ومواني وحتبيع اللي هو المشاريع الموجودة الوطنية قالك هيبيع حيبيع حتى هيقلت البيع فيه ثلاثة فقط دائما وابدا ثلاثة مشترين مصوفين كده قدامه سعودية الامارات قطر ما عندهش غير كده رقم اثنين قالك بعد البيع لابد هيتجه الى مرة اخرى الى تخفيض سعر الجنيه وحيرفع سعر الدولار وتعويم او غرق الجنيه ايضا وبالتالي هنا ازمة تتصاعد يا جماعة المشكلة الان في مصرح الحقيقة الازمة الدولارية الحالية اللي اتكلم عنها كل الخبراء في مصر او رجال الاعمال في مصر وخارج مصر ان سعر الجنيه الان غير حقيقي السعر في البلوك الدولار بيساوي 30 جنيه غير حقيقي ولكن السعر حوالي 44 و45 و50 وبنان عليه لقالته بلومبرج ده في غاية الخطورة بتوصف وبتقول و المفروض حيامله ايه طيب هل بلومبرج جابت ده من عندها لا بلومبرج رفعت الواقع الاقتصاد المصري بارقامه بكافة التصراحات الرسمية ثم وصفت هذا الوصف ثم خرجت منه الى الحلول الاضطرارية اللي حلزمها النظام المصري للفتر القادمة وهي مزيد من البيع وتفريط في المصانع والشركات الوطنية اضف الى ذلك ضرورة ايضا تعويم الجنيه او تحريك سهل الصرف الايام القادم وبالتالي احمد هذا ما قرأته هذا ما قالته بلومبرج هو بس في نقطة بس واحدة حضرتك لم تذكرها اللي هي الجزء بتاع انه الخليج وعد ولكن وعد الحر مش دين عليه اوي في الحاجات دي وهي قالت زي ما اقولت فيه تلاتة مشارين واقفين السعودية الامارات وقطر او بس حتى هذه اللحظة مفيش بيع ليه بلومبرج قالت ليه ما حصلتش عمليات البيع دي قالت لان المستثمرين شايفين انه سعر الجنيه اللي هو سعر الدولار في مقابل الجنيه غالي عليهم وقالت بشكل واضح جدا انها تريد انه التلاتة مستثمرين او التلاتة جهات المتوقع منها انها تشتري الشركات فتدي نعشة شوية في الوضع الاقتصادي المصري بمزيد من الدولارات قالت انه التلاتة مصادر بيقولوا انه تقدير الشركات دي اغلى لانها بده قدر بالجنيه ابو 31 هم عايزين يشتروا بالدولار ابو 41 فرق فرق عشرة جنيه في السهم فانت تفرق في الدولار فتفرق معهم جامد فالتقدير بيحصل بالجنيه المصري وبعدين هم بيدفعوا مقابلوا دولار فالخناقة او ما تقولوا بلومبرج الاختلاف على هذه النقطة الجوهرات كل شيء للبيع كل شيء للبيع في هذا الوطر معلش بما ان انا دلوقتي عندي شبكة انترنت وبدخل وبنشوف التقارير العالمية فاحنا قال لكم تقرير تاني اكثر وجعا واكثر الما في بعض الشركات حضراتكم برضو اللي هي العالمية بترصد الواقع المالي في بعض البلاد من حيث الثراء او من حيث الفقر عدد الاثرياء بعد دي ايه كتر قال عدد الفقراء في مصر كتر قال فانا حولك الان ما ذكروا وما قالوه عن مصر ولك انت تخيل التناقض الغير طبيعي طبعا انت عارف ان احنا عندنا بالنسبة ليه هوة الفقر بتزيد وصلنا الى زي ما قالو حسب كلامهم في مصر الاحصاء الرسمي تقريبا قربنا 30% فقر 30 مليون فقير البنك الدولي قال 2018 لا ده هما 60% 60 مليون فقير اذا احنا عارفين في الظل الازمات الاقتصادية الفقر امال يزداد التساعا في مصر نمك جديد ايه الجديد اللي ذكرته نايت فرانك ودي شركة عالمية خاصة في ادارة العقارات والثروات حول العالم في انجلترا في بريطانيا اكلمت في تقرير لها ذكرت احصائية غريبة جدا عن مصر الاحصائية بتقول ان حضرتك ان احنا عندنا طبعا الكلام ده انحلخصو لك يعني عشان بس نرجع تاني مالش حسن عشان نرجع ان نلخص لحضرتك الكلام الكتير المكتوب ده والارقام الكتيرة اللي قدام ساعتك دي ملخصة ان احنا كان عندنا عدد الاثرياء في مصر اللي يعني ربنا كرمهم معهم كده بيمتلكوا اكثر من مليون دولار ما شاء الله ما شاء الله يعني يعني مليون ده يعني اعتبر حوالي 40 مليون جنيه ده كان ساعتك في قبل كده يعني من حوالي كان 8000 الى 15000 حتى عام اتنين ماشاء الله يعني العدد زاد النمج جديد بقى ان كمان حضرتك الناس اللي هم عندهم اصحاب الغنى الفاحش او الثراء الفاحش او الاغنية المصريين في نفس الفترة الزمنية من 2017 2022 اللي فيها مصر والفقراء عمال يزداد الفقر وينخ رسوس الفقر في الفقراء وتتسعل هو وصل عدد الاغنياء الغنى الفاحش في مصر من 153 الى 249 يعني عدد الاثرياء والاغنياء في مصر ازداد وارتفع الى 249 من 153 وايضا عدد الذين يمتلكون اكثر من مليون دولار زاد من 8000 الى 15000 الله ده فيه طبقة عمالة تنزل تنزل في الفقر وعمالة تغوص في وحل الفقر والجوع وفيه طبقة اخرى عمالة تعلى وتعلى 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 فيه ثراء فاحش وغنى فاحش والطبقة الوسطى الهامش التاكل يا ترى يا ترى مين الطبقة اللي فوق اللي هي اسبحت الان بتفرع ثراء فاحش في ظل هذه الارقام في ظل ما المصريين كلهم بيقولوا احنا مش قادرين نعيش او ناكل او نشرب او نجيب واجبة في اليوم ووصلنا حسب البنك الدولي الى 60 مليون فقير في مصر عشان تعرف عشرة سنوات ماذا فعل حكم العسكر في مصر ولصالح من يتحرك هذا النظام طبعا العملية بتاعة قياس عدد او حجم الاغنياء في المجتمع فيها معيار مهم جدا وهو معيار بتقولك انه اي حد يمتلك اكتر من 30 مليون دولار فهو في عداد الاسرياء فائق الثراء لكن لو انت غلبان كده على عكم مليون دولار انت عادي يعني ثري يعني يا دوب وقت ثري كده يعني حاجة بسيطة لكن من 30 مليون دولار وانت طالع ده فائق الثراء عدد الفائقين الثراء في مصر 153 ثريا لو انت قسط ده على عدد السكان فاحنا بنتكلم في واحد في المليون فقط من الناس تقريبا تقريبا يعني او واحد اقل من واحد في المليون كمان وده رقم مخيب لامال جدا بس الفكرة احمد ده رقم القديم اما هو من اجايا اقول اه ده القديم بس عشان رقم جديد 49 يعني ده حركة خاص لكن انت في هنا نقطة اساسية ومهمة في رأي الشخصي وممكن السيد احمد يختلف معاه انا عايز الارقام دي تزيد انا عايز الارقام دي بالالاف كون ان الارقام بتزيد ببطء مش امر مريح بالنسبالي خصوصا خصوصا ان انا وانت عارفين ان في ناس تمتلك اكثر من هزي المبالغ وما تعرفش عنها حاجة هو الشركة دي ما بتنزلش يا جماعة تدور على معلومات سرية بتنزل تتعامل مع البنوك بشكل علني وبتتوقع من البنوك انها تقول لعملائها اللي هم الناس الاغنية دول اللي ربنا فتح عليهم وربنا يزيدهم كمان وكمان يعني بتقول لهم انه يا جماعة ممكن ندي الداتا دي فيقولوا اه او لا وبالتالي انت عارف وانا عارف ان فيه ناس عايز مئات الالاف من فائق الثراء عايشين في مصر او على الاهل اللي حاملين الجنسات المصرية ليه بسبب اساسي هو انه ده هيأثر اجابا على الاوضاع الاقتصادية للشعب المصري لان احنا هنروح نشتغل معهم او عندهم وهنروح نساعدهم وهنروح نطور وهنروح 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 السبب التاني للثروات جوه جمهورية مصر العربية والمجتمع الغني صعب على السلطة العسكرية ان تقرر له مستقبله عشان كده عبدالفتاح السيسي بيحب يفقرنا ويزيد في فقرنا فقرا ليه عشان طول ما احنا فقرة اسهل في حكمنا بسيطة وسهلة ولو مش مصدقني ابعتلي واشرح لك اكتر شوز احمد طيب خليني احمد اختلف معك في جزئية انا اتمنى ان الفقراء هم من يزدادون سترا وغنى بمعنى ان انا بدل ما انا عندي 60% نسبة الفقر لا يبقى عندي 5% 10% فانما نسبة الثراء احمد في نفس الوقت المعدلة العكسية لما يكون بلد بتشهد ارتفاع هامش الفقراء فيوصل الى 60% في نفس الوقت خلال نفس المدة خمس سنوات يدخل الى نادي الاثرياء الفاحش 101 زيادة لا على عدد الشكان لا انا بكلمك افن انت Mutta بكلم على عدد الشكان ده انا بكلم على الطفلة التي حدست في ظل الفترة الزمنية اه انا بكلم على الفترة الزمنية sir 100 مليون لا انا انا من احمد عا示 100 مليون اغني头 في مصر انا عادي كلتي الش freak الجن الميج مش مشكلة انا مش بكلم على ده بكلم عن ذات الفترة التي تعمق فيها جراح الفقراء هي ذات الفقر الذي انضم الى نادي الاثرياء ميت غني جديد ايه استحمد بس روما الفكرتين مش متنقضتين متنقضة طبعا لا يعني لو انا عايز حضرك انا مثلا لو عايز انه المية دول يبقوا عشر تلاف غني زيده ده معناها انه من الطبقات الادنى اللي هيكت متوسطة او فقيرة فيها عشر تلاف ترقوا الاعلى وفيها عشر تلاف او عشرين الف او خمسين او مية ترقوا من تحت الفوق يعني هي مسألة مرتبطة ببعضها لا هي حصل بق بق ليه ما حصلش ما اقولك هامش هامش الفقر ليه ما حصلش وهمش الغناء الغناء الشاحش بيزيد وده اللي بقولك ده العجل في المعجلة بس هي الحاجة مرتبطة ببعضها ليه حضرتك ربنا بارك في عمرك كده بسنا ما شاء الله وهو ببقى معاك المليار دولار مش عايز اعرف من ايه حل المليار دولار دول انت مش هتحطهم في البنك وتسنى فوائده انت بعد ما هتجيب العربية والفيلا والياخت والطيارة والبتاع وتروع العيال هتبتدي بقى تفكر انت والعيال او انت والعيال وعيال العيال زي اي حد في الدنيا يعني هيا جماعة بقى عايزين نشغل الفلوس مدام احنا هنشغل الفلوس يبقى احنا بننقل ناس من طبقة لطبقة طيب انا متفق اماك في المبدأ انما مختلف ايضا في جزئية ماهمنش منين جبت الفلوس لان دا الان هو محور الكلام والله يا استاذ احمد دول جابوا منين الفلوس دي في ظل ان المناخ العام كله بيدقوا للفقر ومزيد من همش الفقر مدى لازم سؤال مدى السؤالي طيب اهلا كل سهل انا ممكن اقولك اسمين ثلاثة بس هم قريب الحاجات فهتعمل لك مشكلة في البرنامج انا عند الداتا يعني جزء منها خلينا نعمل القصة يا احمد اقول لا لا ما تقولش طيب نعمل الفكرة حضران ان في ظل 249 واحد اصبحوا يعني فيه غناء فاحش هامش الفقر ايضا هو الاخر عمالي الزاد ودي بيقولك لا ده فيه حد بيغتاني هذا الغناء الفاحش على حساب مص دماء فقراء مين اللي بيلعب في الازمة الان مين بيتكسب من الازمة الحالية مين دلوقتي اللي حقيقة بيستثمر في الفقر الحالي للشعب المصري ويدير هذه الادارة المالية فيطفو على السطح بهذه الفجاجة من 153-249 قرابة 101 في خمس سنين غينة فاحش في نفس الفترة اللي كل مصري بولفا جاي على كل يعني بقى ده حضراتكم هذا ما ذكر في نايت فرانك وهي الشركة العالمية ايضا المالية انما خلونا نروح الى حاجة اخرى انا حياء الخبر اللي جاي لما انا قرأته او وصلني في حين وفي وقته انا في الحياء تبس الامر علي فقلت ان اكيد الصحيفة او وكالة الانبالي نالته نالته غلط لان انا اعلم دائما وابدا ان اسم محافظ البنك المركزي المصري دايما مرهون بالسياسة المالية السياسة النقدية بتضخم بسعر الجنيه بسعر الدولار دي مهمه انما ان نلاقي النهاردة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ان بلده الان في وعكة اقتصادية شديدة والبنك المركزي مسئول مسئولية كاملة بيقول لك ان تغير المناخ يهدد باختفاء نصف الناتج الزراعي المعتمد على مياه الامطار انا والله قلت ربما هم يعني اخطأوا بدل ما يقوله السيد القصير كوزير الزراعة بيكلم عن تغير المناخ والحاصلات الزراعية او بدل ما يقوله على وزير الرأي الحالي مش فاكت اسمه ايه دلوقتي الحال ده جابه حسن عبدالله فلما دخلت جوال اتفالا حسن عبدالله اللي بقولي هذا الكلام انما هو قاله في ايه النهاردة ساعتك كان فيه اجتماع في مصر للعام الثالث على التوالي للبنك الافريقي البنك الافريقي مبارح اللي انا كلمتك في الخبر لما مصر اتجهت الى الصين عشان تستلف منها وتقترض منها نصف مليار دولار راحت للبنك الافريقي عشان يضمنها والبنك الافريقي خاطب الصين بيننا حضما مصر انهم ما هيسدده كان فيه النهاردة اجتماع طبعا اجتماعات خاصة بالاتحاد الافريقي اللي هم السيد حسن عبدالله الحقيقة واللي ده ليه مني في القصة وفي الحكاية لديته مهموم جدا بمشاكل افريقيا ومشاكل المناخ الافريقي ومشاكل الامطار الافريقية وازا تسببت هذا التغير المناخ في خسارة افريقيا الى 30 مليار دولار انا ما عنديش مانع هنبحث مشاكل افريقي انا مالوستاذ احما سميح مالوش في الاول حضراتكم في كلمة النهاردة رأس النظام هو قاعد في هذا الاجتماع بيكلمهم الافرق والماليين والاسواق المالية على ان مصر على استعداد ان تنقل لهم الخبرة المصرية في الاتحاد الافريقي لفترة القادمة وحسن عبدالله بيتكلمه الاخر عن تغيرات المناخ طب انا بالله عليك يعني هي مصر انتوا الان خلاص فرقتوا من مشاكل مصر واتجهتم الى افريقيا حسن عبدالله محافظ البنك المركزي يتحدث الافريقة عن تغير المناخ والسيسي يتحدث عن نقل الخبرة المصرية طب قل لي قل لي اي جانب خبرة ممكن ساعتك تنقله الى الافريق هل مثلا حتنقله الان تجربتك في بناء العاصمة الادارية التي قال عنها القاسي والداني بناها واحدة من اسباب الازمة الدولارية الحالية هل حتكلمه عن ما حدث فقرات السويس ومليارات الجنيهات التي ذهبت من اجل ارتداء البدن العسكرية هل حتكلمه عن شراء طائرة في السماء تسمى ملكة السماء واحد فقط يملكها هو بايدن رئيس امريكا بنصف مليار دولار قل لي ايه التجربة اللي هتنقلها ليه افريقيا يعني ايه ايه التميز اللي عندك الاجاب اللي عندك خبرة اقتصادية احنا الان لسه بلومبيرد والصحافة اللي عندك تتكلم عن الورطة اللي احنا فيها فلنقعد النهاردة في البنك الافريقي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي اللي سعدتك في لائحته ان مهام البنك المركزي محاربة التدخل اللي هو الغلاء اللي مصر الان بتعاني منه من مهام القانونية في لائحة البنك المركزي المصري انه هو اللي حله طب هل البنك المركزي يقدم اي حاجة للمصريين يطلق الحقيقة هذا المناخ اللي بيكلم عنه حسن عبدالله مناخ غير صحي والناس دي الناس منفصلين عن الواقع عندهم تيزوفريليا حقيقة ممكن اقول الحاجة بس قول ابي فضل بس والنبي يعني سبت الدين يا باشا المكرفون معك الدين الوقت او ما مش باشا لا قولهم بس عشان بيقولوا لي لأ باشا انت برحت خاص ولا حد يقول لك حاجة انت ماشاء الله بتكلم برحتك انت حت تظلمهم معك عمر بحد دلك حاجة وقتك ماشي طول وقت يعني لوقتك ماشي بص يا جماعة انا بعوني اللي ان شاء الله عايز اعمل كتاب كده اسمه الازدهار والانحضار لحسن عبدالله حسن عبدالله حسن عبدالله ده يا جماعة كان شابا وعدا عنين قدرة وشعر سايح وشاب كده ما انساهوش ابدا مدير بنك العرب الافريقي يخش الفرع في جاردن سيتي البنك يتقلب راجل رايق يا جماعة عارفين الناس اللي تكتب اول حرفين من اسمها على على الاميس هو كده يعني في الحالة دي خش كده مش هنسى حسن بيه بدلة كده الجري ها والجازمة الفوكس والاميس والكارباطة الهند ميد الايطالي اجواء شخص اجواء طول وعرض وجمال مبارك على التليفون معاه ومسيطر تمت شيء ما حصل في حياة الراجل ده خلته يعني يتحول يبقى اشبه ليه مسلا تحس مسلا ان هو ايه هو مسلا والراجل اللي مسخ سيخ الشاورمة مسلا في ابو مازن التركي قريب يعني مش ناقص انك تقول له اخبار الدولار ايه حسن بيه فيقولك شو بدك ها شاورمة بالطحينة وحطه لك تومية والله العظيم ما بقى فرق اي حاجة الراجل قاعد اولا فجأة كده خرج من النظام البنك المصري والمخابرات العامة وديته للشركة بتاعة الاعلام والافلام وبقى عضو مجلس ادارة وما حدش فهم ده بيعمل ايه اصلا او موجود فوق راس تامر مرسي عشان ايه المشاكل المادية والفلوس اللي بتخديه فيه فجأة خدوه من الشركة العالمية لانتاج اي كلام في التلفزيونات المصرية وودوه البنك المركزي على من غير يعني بالقلم الرسال زي ما بيقولوا في الجيش كده يعني ما مضلوش القرار لسه والراجل قاعد مش عارف يعمل ايه رقم واحد مش تخصصه السياسات المالية دي مش تخصصه اصلا زي ما كان وهو قاعد في الشركة بتاعة الاعلام المصري دي بتاعة المخابرات اللي كلكم عارفين اسمها الراجل ما كانش تخصصه وقاعد برضه يعني ما نواجه الحياة حسن به ونشوف المستقبل ما تقدم استقالتك والله العظيم انت كنت راجل مية مية ده انا مش هنسق ده البنك العرب الافريقي ده يا جماعة كان يديك الرزمة كده وعليها شريطة بالعرب بنك العرب الافريقي شوف الرواقان رواق بنك رايق وتخش كده الفروع تحس كده التكييف تكييف والمية مية والقهوة قهوة والموظفين موظفين ما تزمط الحياة وترجع البنك العرب الافريقي وسباك من الهم ملس والدل انت فيه ده بنك مركز ايه وبتاع والله العظيم حياتك بتضيع كل يوم بتضيع حياتك لا انت ناجح وماخد الدنيا وماشي ها ولا انت عارفين نفهم انت بتعمل ايه ولا انت مسيطر ولا في اي طيم بيحصل طب انت عليك بايه اخد بال حضرتك انت لما جيت انا كنت عامل هنا فرح وقلت حسن عبدالله والتاريخ والبنك العرب الافريقي لما طلعت في المؤتمر الافريقي تتكلم كلمتهم عن الاراضي في مصر والزراعة واحتياجات المياه ايه حسن بيه بقى تعبنا بقى سيك بقى من الشغنية دي حسن بيه مش بتاعتك مش بتاعتك والله فاكر الاعلام بتاع البنك المصري بتاع البنك الاهلي خد قرد وعمل مشروعك اعمل كده والله خلاص بقى من سبقك ولا عارف تقنع رئيس الجمهورية اللي بيدور المشهد السياسي ولا عارف تخرج قال لا لا طب حياتك يا استاذ حياتك حياتك عندنا اهم كتير جدا جدا من هذه اللغباطة كبر دماغك يا جدع كبر دماغك وطلع معاش مبكر